شاب صالح تعود على الكرم وعمل الخير مع من يعرف ومن لا يعرف وكان محبوبا بين أهله وجيرانه لأخلاقه الحسنة والتزامه ومراقبة ربه في كل الأوقات تزوج هذا الشاب من فتاة جميلة ومن عائلة كبيرة وبعد الزواج بشهر واحد اكتشف أن زوجته لا تحب أهله ولا ترحب بهم عند زيارتهم وعلى العكس تستقبل أهلها بسرور كبيرين وتقدم لهم كل ما لذ وطاب فلفت الزوج انتباه زوجته لهذا الأمر ولكنها قالت له أنها تعامل أهله مثل معاملتها لأهلها وحتى لا تسوء العلاقة بينه وبين زوجته وربما وصلت للانفصال اكتفى الزوج بالدعاء لها بالهداية في كل صلاة وبعد نصف عام من زواجهما وفي أحد الأيام قال الزوج لزوجته لقد اشتقت لوالدي وإخوتي أرجو منك غدا أن تعدي طعام الغداء وسأتصل بهم الآن وأدعوهم قالت الزوجة بتأفف أدعو كما تريد وفي صباح اليوم التالي ذهب الزوج إلى عمله وفي الساعة الواحدة حضر إلى المنزل وقال لزوجته هل طعام الغداء جاهز سيحطر أهلي بعد الساعة قالت الزوجة ببرود لا لم أطبخ لأن أهلك ليسوا بغرباء وسيأكلون الموجود بالبيت قال الزوج لماذا لم تخبريني بالأمس أنك لن تعدي طعاما هم على وصول فماذا أفعل قالت الزوجة اتصل بهم واعتذر لهم حتى لا يأتوا هم أهلك وسيقبلون اعتذارك خرج الزوج من المنزل حزيلا وبعد عدة دقائق طرق باب المنزل فقامت الزوجة وفتحت الباب وتفاجأت بأن والديها وإخوتها يدخلون البيت ووالدها يسألها عن زوجها فقالت له خرج قبل قليل قال والدها غاضبا لقد دعان بالأمس إلى طعام الغداء كيف يدعون ويغادر المنزل صعقت الزوجة بالخبر وبدأت تفرق يديها في حيرة وتقول في نفسها الطعام الموجود في المنزل لا يليق بأهلي وإنما يليق بأهل زوجي ثم اتصلت بزوجها وقالت له لماذا لم تخبرني بأنك عزمت أهلي على الغداء ابتسم الزوج وقال لها لا فرق بين أهلي وأهلك فقالت له أرجوك لا يوجد في البيت طعام أحضر معك طعاما جاهزا قال الزوج هم أهلك وليسوا بغرباء أطعمهم من الطعام الموجود في البيت مثل ما كنت تريدين إطعم أهلي وبعد خمس دقائق وصل الزوج ومعه أشهى الأطعمة وقبل أن تعد المائدة أخبر الزوج أهل زوجته بكل ما حدث فغضب الجميع منها وقال لها والدها أما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ثم استأذن والدها زوجها بأن يأخذ ابنته معه ليؤدبها ولكن الزوج قال له أستطيع أن أعاقبها عقابا شديدا ولكنني تمنيت أن تتغير من نفسها فما فائدة صلاتها إن لم تحسن تعاملها مع الناس والله يا والدي إنني أخشى أن تصاب بآية من آيات النفاق فهي دائما تمتدح أهلي وهي معي ولكنني لا أرى من هذا المديح شيئا وهم عندنا اعتذرت الزوجة لزوجها وأقسمت له أنها ستتغير تماما فقد فهمت الدرس وعرفت كم كانت مخطئة فسامحها الزوج عندما شعر بصدق حديثها ونيتها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا زوجة وقفت بجانب زوجها الطيب الملتزم صاحب الأفكار الرائعة والحلم المشروع فتحملت معه أحلك الظروف حتى أنها أنفقت على مشروعه من مالها الخاص وأخذت تشجعه وتؤازره عدة سنوات حتى نجح وتحسنت أوضاعه وذهب الفقر وجاء المال الوفير فكانت جملته المعتادة الحمد لله الذي وفقني بدون حول مني ولا قوة اللهم وفق زوجتي التي كانت شريكة لي في الجهد والنجاح وفي قمة النجاح بدأت الزوجة اتباع سياسة المن مع زوجها والتذكير بأيام الفقر والذكريات الأليمة وأنه لو لاها ما تحسنت أوضاعه وظل في زمرة الفقراء وكان زوجها صبورا معها ويقابل كل هذا المن بابتسامة رقيقة ومعاملة طيبة ويطلب منها أن تعيش أيامها الجميلة وتنسى كل ما مضى خاصة وأنه دائما يذكر لها كل ما قدمته من أجله ولكن الزوجة تتمادت في أسلوبها الاستفزازي خاصة أمام الناس فتألم وغضب واشتد غضبه ولم يعد قادرا على التحمل وأظهر لها رفضه لتلك المعاملة فتدخل أبواها وأقاربها وأجمع على أن الزوجة هي المخطئة ورغم ذلك لم تتراجع عن أسلوبها وكلما مرت الأيام ازداد استعلاؤها عليها فلم يجد الزوج حلا أمامه إلا البعد عنها حتى تراجع الزوجة نفسها ذهبت الزوجة إلى بيت أبيها فوجدت زوجة أخيها الأكبر تفعل كل ما بوسعها لمساعدة أخيها وتحثه دائما على الصلاة مع الجماعة وتراجع معه ما حفظه من القرآن الكريم وتعينه دائما على الخير وتبتسم مهما عانت معه أو مع طفلها ثم ذهبت لزيارة أخيها الأصغر الذي يسكن مع زوجته في بيت حماته بعد أن تعرض لعملية نصب ولم يستلم شقته التي دفع ثلاثة أرباع ثمنها واضطر للعيش مع زوجته في بيت أسرتها حتى تحكم المحكمة له بأحقيته في شقته توقعت الزوجة أنها ستجد شقيقها يعاني من سوء معاملة زوجته وأهل بيتها بسبب وجوده في بيتهم إلا أنها فجأت عندما وجدت شقيقها يعيشه كأنه صاحب البيت الكل يخدمه بحب ويتمنى رضاه لأخلاقه الكريمة وصلاحه وطاعته لله وشاهدت زوجته تعامله في تواضع كبير تهيئ له الجو ليذهب إلى عمله سعيدا وتستقبله بأجمل ابتسامة وتوقضه للصلاة في جوف الليل وتعيش معه على مرضات الله تأثرت الزوجة بكل ما شاهدت وقالت في نفسها والله إن زوجي أتقى وأكرم وأحن من شقيقي وكان يعملني معاملة كريمة لم يعامل شقيقي زوجته عشر ما كان يعملني زوجي كم كنت مخطئة في تكبري على هذا الزوج المخلص عادت الزوجة من عند أخيها وذهبت مباشرة إلى زوجها تبكي وتعتذر له بدموع عينيها فابتسم لها واستقبلها استقبالا رائعا وأول ما فعلته الزوجة أنها توضأت وصلت ركعتين شكرا وحمدا لله الذي هداها ونصرها على شيطانها وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا في عام 1990 ولد الطفل الأمريكي أليكزاندر لأبوين مسيحيين وقررت أمه منذ البداية أن تتركه ليختار دينه بنفسه فعندما بلغ عمره ست سنوات أحضرت له كتبا دينية في شتى الأديان وبعد قراءة متفحصة أعلن إسلامه وعمره ثماني سنوات بل وتعلم كل شيء عن أركان الإسلام والإيمان كما حافظ كثيرا من القرآن الكريم وعرف الكثير من الأحكام الشرعية دون أن يلتقي بمسلم واحد وسمى نفسه محمد عبد الله تيمنا باسم النبي صلى الله عليه وسلم والذي طالما أحبه استضافته أحد القنوات الإسلامية وكان بصحبة والدته وكان مقدم البرامج يستعد لإلقاء الأسئلة على الصغير ولكنه فوج أبي محمد هو الذي يسأله كيف يمكنني أداء الحج والعمره؟ هل الرحلة مكلفة؟ من أين أشتري ملابس الإحرام؟ وعده المذيع بالإجابة على أسئلته بعد انتهاء الحلقة مباشرة وأثناء اللقاء علم المذيع من المسلم الصغير أنه كان مشهورا في مدرسته فحينما كان يأتي موعد الصلاة كان يقف وحده ويؤذن ثم يقيم الصلاة وحده فسأله المذيع هل قابلتك مشاكل أو مضايقات في ذلك؟ فأجاب بحسرة في بعض الأحيان كانت تفوتني بعض الصلوات بسبب عدم معرفة بالأوقات ثم سأله ما الذي جذبك إلى الإسلام؟ فأجاب كل الأسئلة التي كانت تدور في عقلي وتتعبني لم أجد إجابة مقنعة ومفصلة لها إلا في الإسلام ووجدت أنني كل ما قرأت عنه أكثر أحببته أكثر كما أن وصف الله عند المسلمين أبهرني وجعلني أختار الإسلام سأله المذيع ما هي أمنياتك؟ فأجابه الصغير في لهفة لدي أمنيتان الأولى أن أصبح كاتبا أو مصورا لأنقل الصورة الصحيحة عن المسلمين تؤلمني كثيرا أفلام أمريكا القذرة التي تشوه صورة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم والثانية أتمنى أن أذهب إلى مكة المكرمة وأقبل الحجر الأسود هنا تدخلت أمه المسيحية قائلة تمتلئ حجرته في منزلنا بصور كعبة المسلمين ولقد ادخر من مصروفه الأسبوعي 300 دولار ليزورها ويعتقد الناس أن ما يفعله محمد هو نوع من المغامرة ولكن ولدي لديه إيمان حقيقي لا يشعر به الآخرون ثم سأله المذيع هل صمت رمضان؟ فأجاب محمد نعم صمت العام الماضي وتحداني والدي بأنني لن أستطيع ولكنه ذهل عندما فعلت ذلك سأله المذيع هل تأكل مع والديك لحم الخنزير؟ فأجاب الخنزير حيوان قذر جدا أنا لا أكله ولا أعرف كيف يأكله الناس سأله المذيع هل تصلي في المدرسة؟ فأجاب نعم وقد اكتشفت مكانا سريا في المكتبة أصلي فيه كل يوم وأثناء الحديث حان وقت صلاة المغرب فنظر محمد إلى المذيع قائلا هل تسمح لي بالأذان؟ ثم قام وأذن في الوقت الذي غرورقت فيه عين المذيع والعاملين بالدموع وبعد صلاة المغرب فاجأ المذيع محمدا بتسليمه دعوة مجانية مفتوحة للحج والعمرة في العام الذي يناسبه فبكى من فرحته بالمفاجأة التي حلم بها وتمناها كثيرا داخل القطار المتجه من القاهرة إلى أسوان وعلى أحد مقاعد الدرجة الأولى جلس رجل في الخمسين من عمره يرتدي الملابس الريفية وتبدو عليه علامات الوقار والاحترام وجلس بجانبه شاب في الثلاثين من عمره ثم جاء شاب وزوجته وكان يبدو عليهما أنهما حديث الزواج ليجلس بالكرسيين المواجهين للرجل الريفي والشاب وللأسف كانت الزوجة ترتدي بنطلون قصيرا وبلوزة تكشف عن ذراعيها وصدرها فجأ الزوج بالشاب الذي يجلس بجانب الرجل الريفي يرتكز بكوع ذراعه على عظمة فخذه واضعا ذقنه على قبضة يده في مواجهة الزوجة التي تجلس بالكرسي المواجه له ونظرة عينه مثبتة نحوها تكاد تخترقها لقرب المسافة وبصورة مفاجئة وأثارت غضب زوجها الذي قال للشاب احترم نفسك وعيب ما تفعله ليتك تدير الكرسي وتجلس أفضل من هذه الجلسة هنا تدخل الرجل الريفي وقال للزوج الغاضب أنا لن أقول لك أنك الذي يجب أن يحترم نفسه أو أن العيب عليك أنت لأنك وافقت لزوجتك على ارتداء هذه الملابس لن أقول ذلك لأنك حر حتى ولو جعلتها تمشي بدون ملابس ما دمت تقبل هذا ولكني سأقول أنك جعلت زوجتك ترتدي هذه الملابس كي تصبح فرجة وننظر إليها وها نحن نشاهدها كما أردت فلماذا الغضب إذن؟ يا بني ما تقبلته أنت أن يكون مكشوفا من جسم زوجتك من حقنا كلنا أن نشاهده وما سترته من حقك أنت وحدك أن تراه وإن كنت غاضبا لأن هذا الشاب قرب رأسه بعض الشيء فسامح لأن نظره ربما كان ضعيفا وأراد أن يحسن مشاهدته يا بني عندما تتعرى الأشجار من ورقها أمام الملأ يكون مصيرها حطبا لنار توقد بالدنيا كذلك النساء إذا تعرت أمام الملأ فقد يكون مصيرهن حطب جهنم والأنوثة حياء قبل أن تكون أزياء وهنا لم ينطق الزوج وألجمت كلمات الرجل فمه وحمر وجه زوجته خاصة بعدما تعالت أصوات الركاب إعجابا بالدرس الذي أعطاه الرجل الريفي للزوج الشاب ولم يملك الزوج إلا أن يقوم من مكانه ويأخذ زوجته ويغادر عربة القطار ترجمة نانسي قنقر